السيدين الكرام أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان النهاردة عندنا حدث مهم جدا وهو مؤتمر قبل اللي هتكشف فيه الشركة عن أحدث منتجاتها وعلى رأسها آيفون سكسين واللي خلال الساعات اللي جاية هيكون محور حديث العالم كله خلونا نستعرض مع حضراتكم أبرز التسليبات والتوقعات اللي ظهرت لحد دلوقتي كالعادة مؤتمر قبل بيجمع ملايين من محب تكنولوجيا حول العالم كله والكل بستاني يشوف إيه الجديد السنة دي وهل قبل قررت تغير تغييرات جزرية على الإصدارات الجديدة ولا التغييرات مش هتكون جزرية زي ما احنا تابعنا قبل كده من قبل في الإصدارات السادقة ولكن التسليبات بتقول إن قبل قررت تركز على تحسينات قوية في كل منتجاتها ولكن طبعا المنتج الأبرز هو إطلاق سلسلة آيفون سكسين واللي بيقال إنها هتكون نقطة تحول في عالم الهواتف الذكية بالنسبة لهواتف آيفون في تسليبات كتير ويقال كمان إن قبل هتطرح أربع إصدارات في تشكيلة آيفون سكسين وهي طبعا آيفون سكسين وبلس برو وبرو ماكس دي طبعا التشكيلة الربعية اللي من المقرر إن قبل هتطرحها خلال الفترة اللي جاية خليه كمان أقول حضراتكم إن كل جهاز من الأجهزة اللي هتم طرحها بيشتغل بشريحة اي تيم برو والجديدة طبعا واللي بتعتبر ثورة في عالم الشرائح الجديدة وده هيوفر قدرات عالية جدا من الأداء في جميع المجالات ولكن كل اطراز بيكون في مميزات مختلفة عن اطراز الآخر كمان هتوفر آيفون سكسين بألوان مرحة زي اللون الأبيض والأسود والأزرق وكمان الأخضر والوردي يعني هكون في تشكيلة متنوعة من الألوان يقدر المستخدمين إنهم يختاروا منها لناسب زقهم طبعا خلال هذه المرحلة كمان الكاميرا بتتميز ومستشعر أساسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع تجبير بصري زائد اتنين وده هيخليه خيار قوي للمستخدمين العاديين اللي طبعا بيفضلوا كاميرات آيفون عشان بيتم استخدامها في العديد من المهام اليومية أو كمان العادية المختلفة خلينا بحضراتكم كمان إن تصميم آيفون سكسين بلص للناس اللي بتفضل شاشات الأكبر في الحجم وهو مثالي للباس المباشر والألعاب ورغم إنه بيشترك في العديد من المميزات نفسها مع الطراز القياسي في ذلك نظام الكاميرا ولكنه بيتميز شاشته الأكبر ومن المتوقع أن يتم تقليل ساعة البطارية بنحو 9% مقارنة بنسخة السنة اللي فاتت ولكن التقليل مش يكون مؤثر بشكل كبير لأن في نفس الوقت كافية البطارية المحسنة هتساعد في تعويض الحجم الأصغر للبطارية أما الحديث عن آيفون سكسين برو وبرو ماكس كمان النسخة الأرقى من تشكيلة آيفون سكسين بما في ذلك بتشهد طرقية كبيرة للكاميرا وهنلاقي كمان أنها بتمتاز بكاميرا في طريقة الاتساع بتصل إلى 48 ميجا بيكسل وده يوفر جودة صورة أفضل بالإضافة لده كمان من المتوقع أن تتحسن عمر البطارية بشكل كبير وده يوفر وقت أطول كمان لو البطارية طبعا كانت بنفس الإطار القديم خلينا أقول لكم أن لون التايتينيوم الصحراء هو الجديد بيضيف لمسة إبداعية للسلسلة الجديدة ولكن مش بس آيفون سكسين هو اللي هنكون سنيينه في المؤتمر الاهتمي الإعلان عنه عن منتجات آيفون الجديدة خلال أقل من ساعة تقريبا ولكن فيه شئعات قوية بتقول أن قبل هتكشف عن ووتش جديدة الجيل العاشر واللي هيكون فيه مستشعرات صحية جديدة زي قياس ضغط الدم ومستشعرات السكر في الدم ده بالإضافة لسماعات الإيرجوز بتحسينات قوية في جودة الصوت وإلغاء الضوضاء وكمان من المرجح أن تكون أبل ووتش سيريس 10 مميزة هذه المرة لأنها هتصادف أيضا الذكرى السنوية العاشرة للساعة الذكية وبتالي أبل بتسعى أن تقدم حاجة مميزة ومختلفة عن السنوات الماضية كمان بيقال أن هذا الإصدار المميز بيتميز بتصميم أكثر أناقة ونحافة مع أحجام شاشة أكبر من المتوقع والشئعات بتقول أن تراز 41 ميلي الحالي قد يتسع ليصل لـ 45 ميلي في حين إن إصدار 45 ميلي قد يزيد إلى 49 ميلي بكده هيكون في إصدارين فقط هما 45 ميلي و49 ميلي بدل طبعا من 41 و45 اللي كانوا موجودين في النماذج السابقة كمان هيوفر للمستردمين مساحة شاشة أكبر وتجربة أكثر مغامرة كمان من المرجح أن تشهد لذات تطبع الصحة والياقة البدنية في أبل ووتش وهي جزء أساسي من جاذبية الساعة طبعا وبتشير التكاهنات إلى تقديم ورقبة ضغط الدم وابتشاف انقطاع النفس أثناء النوم وده بفضل تحليل النوم والتنفس المتقدس إلى جانب أبل ووتش من المتوقع كمان أن تقوم قبل بتحليص مجموعة الإيربودز الخاصة بها مع إصدار إيربودز فور ومن المتوقع أن تتبنى سمعات الأذن الجديدة تصميم حديث بسيطان أقصد وده هيوفر مظهر أكثر إنسيابية ده بالإضافة كمان إلى أنها قد تتحول الإيربودز إلى شحن عبر اليو اس بي سي طبعا بما تماشى مع انتقال قبل إلى هذا المعيار العالمي الجديد كما هو الحال في طرازات الآيباد كمان الماكبوك الحمسة قلينا أقول لحضراتكم أن من أكثر الشائعات المثيرة للاهتمام المحيطة لسماعات إيربودز فور هي إمكانية تضمين قصية إلغاء الضوضاء النشطة وهي ميزة كانت حصرية في السابق لسماعات الإيربودز برو ولكن إذا كان هذا الأمر صحيح فده هيؤدي إلى تعزيز قيمة سماعات الإيربودز بخياسية بشكل كبير جدا باعتبار هذه الميزة واحدة من أهم المميزات اللي بيسعى الجمهور جمهور المستخدمين وخاصة جمهور أبل إلى امتلاكها لأنهم هيكونوا مزاوبين بميزة مهمة جدا جدا وهيكون سعرها أكثر معقلية بشكل عام من المتوقع أن تقدم أبل ووتش سيريس تيل وإيربودز فور تطورات ملحوظة في التصميم والوظائف خلال الفترة المقبلة يعني ده كان ملخص سريع عن أبرز التوقعات والتسريبات لمؤتمر أبل النهاردة خلاص قولنا من السنين المؤتمر عشان نشوف لو التسريبات دي صحيحة ولا لأ وأكيد هنرجع لكم بفيديو جديد عقب انتهاء الأمر عشان نغطي كل التفاصيل ننتظرونا في كل مكان مطلقوش في أي حتة بشكركم على حسن المتابعة بشكركم على حسن المتابعة